نروح لكريم نتطمن على الفرقة التمرينة يمكن ابتدت من دقايق عندنا مطش رخم بلغة الكورة يعني كمان يومين مباراة سموحة دايما من مطشوات اللي دايما بتبقى برضو شايل همها وبتفكر فيها وخصصا المطش ده هيكون في اسكندرية فبالتالي نتطمن على الفرقة من خلال وجود كريم في النادي الأهلي ويمكن تابع الدقاية الأولى من بداية التمرين مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي بكل مكان تنزم أكدنا وقلنا تلاحهم كبير جدا وتدريبات بدون راحة يعني بعد المباراة وبشارة والأداء المميز جدا ونتيجة الكبيرة الحقيقة في ظل الظروف المحيطة في فريقة للنادي الأهلي لكل التحية لعبة النادي الأهلي لكابتن سامي ومصان على أدارته الفنية الممتازة من اختياره الحدواشة اللي كانوا متوجدين من تغييرات اللي كانت أكثر من رائعة الشخصية بتحسن مدوافع وروح الفنية الحامرة في ظل التوقيت الصعب جدا اللي فيه فريقة للنادي الأهلي وفي ظل الغيابات الكثيرة جدا الحقيقة المؤثرة يعني غيابات مؤثرة جدا مهما كان طبعا لكن لعبة النادي الأهلي عرف أهمية المرحلة وعرف أهمية المباريات القادمة 48 ساعة ثم مباراة 48 ساعة ثم مباراة أمر موجد جدا لعبة النادي الأهلي ودليل على الغيابات الكثيرة وميكن جميعا النهاردة التدريب كان 60 ديئة فقط لغير منهم 35 ديئة ريكافر لكل لعبة النادي الأهلي لشاركة فيه المباراة وجزء طبعا اللي ما شاركش فيه المباراة خد تدريب خفيف بتأسيمة مصغرة الكل خايف طبعا الجزء فاني خايف من حالة الإجهاد الكبيرة جدا اللعيب اللي ما بيشتكيش من إصابة بيشتكي من إجهاد عام فأمر صعب جدا الحقيقة على لعبة النادي الأهلي لكن هو ده القدر وهي دي الظروف هو ده المنتح للعبة النادي الأهلي لابد أن احنا نتعامل مع هذا الأمر بكل جدية وممكن الجهاز بيتعامل بكل جدية بكل قوة طبعا مع المباريات التحديدة بقى مباراة السموحة القادمة اللي بإذن الله إن شاء الله زي ما شفنا الأداء وشفنا الروح الكبيرة جدا اللي مع فريق النادي الأهلي نشوفها إن شاء الله على أستاذ الأسكندرية في تمام التسعة ونصف مباراة الدوري العام بتختلف بشكل كبير عام بطولة الكاز بطولة الكاز بيكون مباراة النوك قوت لكن مباراة الدوري العام بتحتاج طبعا توزيع المجود بشكل كبير جدا على مدارة التسعين ديئة فده الدور الكبير الحالي بيقوم به الجهاز الفني بقاياة الكابتن السامي ومصاني اللي بنجه له أكتر من مرة كل التحية على دورة الفنية كريم وانت بتتكلم على الاستعدادات يمكن احنا شايفين قدامنا لقطات من تدربة الأهلي عايزة أتكلم معاك على المشاركين في تمرنت النهاردة بعد الغياب أنا شفت الحقيقة يمكن ظهر في الكادر كده عبد المرعم بيتمرن مع الفرقة شفت كمان حمدي فتحي فتقول لنا كده مين التمرنت النهاردة شاهدت عودته بعد غياب الفترة الأخيرة يعني طبعا ممكن الأسمانة زكارتها إن شاء الله بإذن الله منعم وحمد فتحي وعلي لطفي وحسين الشحات إن شاء الله بإذن الله يكونوا متواجدين في قائمة مبارات سموحة وجهزين الحمد لله طميننا عليهم النهاردة في التدريبات الجمعية وفي التأسيم المصغر على زكارتها زميلي أحمد يعني شفنا الاسبرنتات والجارية والشوتينج والحاجات البسيطة دي اللي طميننا بشكل كبير جدا على لعيبة أيمن أشرف كمان الحقيقة أدى أداء مميز جدا نهاردة في التدريب مع اللعيبة طبعا لمشاركتش فيها المباراة فيمكن هنستعيد عدد كبير من اللعيبة يعني أربع أو خمس لعيبة يكونوا متواجدين معنا في القائمة أو يمكن على دكة قلب ودلاء أضيف كمان زميلي أحمد على هؤلاء اللعبين وهو علي معلول علي معلول كان جاهز الحقيقة من المباراة الماضية لكن فيه تعاني كبير جدا وفيه حرص كبير من الجهاز الطبي طبعا رئيس الجهاز الطبي دكتور أحمد أبو عبلا علي معلول إن شاء الله يكون متواجد فيها القائمة فيمكن الحمد لله عندنا عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي يعود لكن مستمرين بقى كل اللعيبة في الإصابات مستمرة طبعا فيه أداء الخاص طبعا والبرنامج الموضوع لهم لكن الأمور الحمد لله طيبة جدا فيه تدريب فريق النادي الأهلي وبنعمل إن شاء الله الجدية والحمس الكبير اللي احنا شفناه يستمر في مباراة سموحة لإصعاد جمهور النادي الأهلي نأتيج أداء إن شاء الله من نصيب النادي الأهلي صحيح ودي حاجة احنا نراهن عليها يعني بتهالي إنه الحالة المعنوية في قط اللبس عندنادي الأهلي النهاردة في أعلى مستويات النتاج اللي حقا الفريق مع كابتن سامي أمصان كلها نتاج إيجابية كلها مطشط صعبة كلها فيها ظروف صعبة وجهة النادي الأهلي فبالتالي ده مدينا أو مجدد فكرة الدوافع إن كنت أتخافز على المشوار الناجح مع كابتن سامي وأعتقد ده شفناه بشكل كبير جدا في مطش مبارا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد ويتهالي